تعال كنا معايا طيب خلي بلك بقى معايا الهيط بالدهوني ب100 سنتي اي انت بتكلم في 1 ميتر تكونفرد من سنتي إلى ميتر دفايد 100 ادي الام جي هتبقى هنا ام جي كوزاين وهنا ام جي ايه ساين تمام افزا بادي سلايد داون and reach the bottom of the plane with velocity سري يعني هو وصل البادي ده وصل البوتم بتاعة البلين اللي في بتاعتها بكام بسري find the work done against the plane resistance to the motion طيب واحدة واحدة بقى خليك معايا اول حاجة الهندرد جرام اللي هو ميت دهاني هنعمله convert to كيلو جرام divided 1000 يبقى 100 divided 1000 equal 0.1 كيلو جرام والهايت 100 سنتي يعني 1 ميتر في نود equal 0 تمام وي الفي فاينل هو قالك ان هي وصلت بسرعة 3 ميتر per second يبقى القانون بتاعي في سكوار equal في نود سكوار plus 2 AS يبقى 0 اوكي plus 2 AS تمام عايزين بقى نروح نجيب الاس دي او زي ما تعودنا من لو مديك الهايت باشتغل القانون بتاع الساين opposite على hypotenuse طيب الابسط هنا كام الابسط هنا 1 على الhypotence اللي هو الاس يبقى 1 over s دا ومين دا الساين يبقى الساين سيتا equal opposite على hypotenuse يبقى 1 over a s لو وديت بقى الاس دي ناحية التانية هيبقى s ساين سيتا equal كام equal 1 يبقى ساين سيتا تمام s equal كام equal 1 يبقى هنا ال v power 2 اللي هي 9 equal 0 plus 2 AS جبنا الاس ساين سيتا equal 1 تمام using نوتن second law نوتن second law بيقولك بيقولك ان الفورس اللي معه اتجاه الحركة عكس الفورس اللي معه عكس اتجاه الحركة اللي هي طبعا هنا ال r اللي هي resistance فتبقى m g sin c minus r equal m a